الأخ عبد الرحمن مسرطة كذلك عند سؤال آخر يقول أنا إذا أصيب المسلم يعني بسوء أو مصيبة وهو محافظ على صلوات مثل الفجر والعصر وأذكار الصباح والمساء يترى الخلل في هذا الشخص يعني أنه هو مذنب أنه هو عقاب مع أنه يعني يكون محفوظ حسب نعم شيخنا كيف يعمل ما الحل فيه لا ليس الأمر كما فهم الأخ السائل يعني أحيانا الإنسان يكون المسلم يكون مستقيما ويبتليه الله سبحانه وتعالى زيادة في الأجر أو ليحط عنه بعض السيئات ومن ليس له سيئات سواء كان كثيرا أو قليلا فهذه يفرح بها قضية الابتلاءات ووصول الأذى إليه إلى آخرها من سب أو شتم أو غيبة أو أشياء أخرى حتى مادية هذه في صالحه فلا يكترث لذلك ولا يظن أبدا أن المستقيم لا تحصل له مصيبة بالعكس الذي لا يستقيم هو الذي في الغالب لا تحصل له مصيبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل المنافقة أو الكافرة بأنه لا تحصل له مصيبة بل يكون في دنياه يعني مقوما حتى تأتيه الحصدة الأخيرة الحصاد النهاي كالمنجل بالضبط الآلة التي يقطع بها الزرع في جملة واحدة أما المسلم المستقيم فإن الأرياح تميله يمنة ويسرة هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحبه ويحب استقامته ويريد أن يعطيه مزيدا من الأجر والله أعلم ترجمة نانسي قنقر